السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الأحد التاريخ 19-04-2020 الحصة الثانية الصف السادس المادة الحاسوب اسم الوحدة برنامج اكسل وعنوان درسنا اليوم يا سادس قائمة تخطيط الصفحة بيج ليب الحصة الماضية احنا اخدنا قائمة ادراج اللي هي انسرت وحكينا عنها بالتفصيل وبتمنى نكونوا تطبقتوها اليوم يا سادس رح نبلش بقائمة جديدة وهي قائمة تخطيط الصفحة بيج ليوت تتكون تلقى القائمة من مجموعات هيها بيج ليوت قائمة تخطيط الصفحة بمجرد ما اني انا اضغط عليها رح يعطيني مجموعات لها اول مجموعة هي مجموعة السمات تنين مجموعة اعداد الصفحة تلاتة مجموعة تغيير الحجم بغرض الملائمة اربع مجموعة خيارات الورقة ومجموعة ترتيب ولازم نحفظهم يا سادس مجموعات التي تكون منهم تخطيط الصفحة رح عيدهم مجموعة سمات مجموعة اعداد الصفحة مجموعة تغيير الحجم بغرض الملائمة مجموعة خيارات الورقة ومجموعة ترتيب طيب هنا بالكتاب مكتوبين عندك باللغة العربية واللغة الانجليزية احنا بس مطالب مننا باللغة العربية فقط هدول مجموعة اذا نحفظ تلك المجموعات باللغة العربية فقط احنا بهذا الفصل بهذه الوحدة رح نشتغل فقط على مجموعة اعداد الصفحة بيج ستب لاحظنا ان هي بتكون مجموعات احنا هنشتغل فقط من مجموعة اعداد الصفحة بيج ستب تتكون تلك المجموعة من مجموعة من الاوامر اللي هي امر هوامش امر الحجم امر فواصل امر طباعة العنوين امر الاتجاه امر ناحية الطباعة وامر الخلفية ونركز عليهم يا سادس وننتبه انه فيه فرق لما يجينا السؤال اعطيني مجموعات اللي تتكون منها قائمة تخطيط الصفحة وما بين السؤال بعطيني الاوامر اللي تتكون منها مجموعة اعداد الصفحة هلأ رح تسألني هون شو نحفظ بالعربي ولا بالانكليزي فقط هدول نحفظهم فقط باللغة العربية فقط بالاضافة لحفظ شكل تلك الاداة يعني بالامتحاء ممكن اجب لك شكل تلك الاداة وقول لك اسمها امر الاتجاه امر ناحية الطباعة امر الخلفية امر طباعة العنوين امر الهوامش امر الحجم امر الفواصل اول امر يا سادس رح نحكي عنه وهو امر الهوامش لاحظين شكل الاداة يمكننا هذا الامر من تحديد هوامش الصفحة اذا استخدام ذلك الامر يا سادس يستخدم من اجل تحديد هوامش الصفحة النقطة الثانية عند الضغط على امر هوامش تندرج قائم من الخيارات الفرعية نختار ما يتناسب معنا كالتالي يعني يا سادس مجرد ما انا ضغطت على تخطيط الصفحة امر هوامش رحيطل عندي قائم الفرعية تلك اختار منها الشكل الهوامش المن التي تناسبه ثلاثة عند اختيار ابعاد الهوامش التي نريدها تظهر خطوط سوداء غير متصلة تحدد هوامش كل صفحة يعني انا يا سادس حددت الهوامش انا بدي اياها مظبوط مجرد ما اني حددت رحيظهر عندي خطوط سوداء غير متصلة تحدد هامش تلك الصفحة هذه تلك الخطوط هي امر هوامش وتلك الخطوط السوداء الامر التاني وهو امر الاتجاه يمكننا هذا الامر من تحديد اتجاه ورقة العمل وعننا خيارين اما عاموديا او افقيا اذا الاتجاه يا سادس ممكن يكون هنا عبارة يجيك السؤال ما هي خيارات امر اتجاه اما عاموديا او افقيا الخطوط من تخطيط الصفحة بحدد الامر اتجاه بختار اما عامودي او اما افقي الامر التالت وهو امر ناحية الطباعة print area عند الضغط على امر ناحية الطباعة تندرج قائم من الخيارات وهي اذا لما انا اضغط على print area ناحية الطباعة في عندي خيارين بس ديارب ايش من الخيارين اما تعيين ناحية الطباعة واثنين مسح ناحية الطباعة يعني اكثر اول خيار بحدد ناحية الطباعة بعينها والخيار التالي بمسح ذلك التعين مسح ناحية الطباعة إذن تخطيط الصفحة ناحية الطباعة إما تعين ناحية الطباعة أو مسح ناحية الطباعة الأمر اللي وراه وهو أمر الحجم من اسمه size حجم إذن تستخدم لتحديد حجم الورقة أمر size حجم نستخدمه لتحديد حجم الورقة ونجيك الآية السؤال كيف هي استخدام أمر حجم size بروح على الخطوات من تخطيط الصفحة باختار أمر حجم لاحظ أحجام الصفحات اللي تلاتة عندك تخطيط هاي الخطوة الأولى خطوة رقم 2 الحجم ثلاثة اختيار الحجم size الأمر اللي وراه أمر الخلفية background ويستخدم هذا الأمر لوضع خلفي لورقة العمل ونحن أصلا نستخدم هذا الأمر حتى لعمل خلفية لسطح المكتب الديسكتوب مضبوط لكن خطواتها في برنامج Excel من page layout تخطيط الصفحة باختار background أمر الخلفية لتظهر عندي الشكل الخلفية التي أريدها حسب الصورة اللي انت اخترتها يا سادس لهون أنا بكون أنهيت معكم أمر أو قائمة تخطيط الصفحة يعطيكم ألف عافية بتمنى منكم حفظ التلقيز زاد تطبيقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر